تعليمة وزارة الداخلية المتعلقة بإصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري على مستوى بلديات العاصمة خلقت خللاً في بعض البلديات إذ كانت بعض المصالح جاهزة لإصدار بطاقة التعريف بالمقابل لازالت تتخبط في المشاكل التقنية فيما يخص الجواز البيومتري نزل مع النشطالة بجواز السفر لأن العملية كانت على مستوى الدائرة الإدارية وبالتالي الانتقال كانت الآن كبطاقة التعريف الوطنية نقص التوجيه في بعض البلديات زاد من متاعب المواطنين الذين أصبحوا يعانون أكثر بعض المسؤولين فسروا الوضع الذي آلت إليه الضوائر بضيق مقرات البلدية التي لا تتسع لتحمل كل الخدمات التي تتضمنها تعليمة الوزارة فهل تحولت تعليمات الوزارة من أجل لتقريب المواطن من الإدارة والذهاب نحو إنشاء حكومة إلكترونية إلى ذريبة سيدفعها المواطن؟ ترجمة نانسي قنقر